فقط دفاعاً عن الكبرياء وهذا يكفي لقاء الأهلي مع ساندونز يوم السابت إن شاء الله مساء السابت في إستاذي الجيش في برج العرب هي فرصة ومناسبة للدفاع عن كبرياء الأهلي والتأكيد على قيمة الأهلي ومكانة الأهلي لو الأمور صارت على هذا النهج ولو الكل احتفظ بالتركيز والهدوء التركيز والهدوء تحديداً من أهم العوامل في التعامل مع هذه المباراة مزيد من التركيز والإصرار والمزيد من الهدوء لأنه أخطر شيء على الأهلي في هذه المباراة الناس اللي مسك عداد الأهداف الناس اللي عمال تتكلم مفروض نجيب الجون كل كذا مفروض نجيب الجون كل كذا مفيش كده خالص يعني ممكن بعد ربع ساعة وإيلك الجون بتاع ربع ساعة مجاش بالضبط فإذا كان الجمهور اللعب رقم 12 لا يوم السابت في برج العرب هو اللعب رقم واحد لأنه حضوره بكسافة مهم جداً وهنعرف دلوقتي مع العميد محمد مرجان أخبار موضوع التذاكر والحركة ماشية إزاي لغاية دلوقتي وضوابط الحضور أيضاً بس كمان الحضور المكسف والحماسي أهم منه الوعي الوعي لأنه نحن مش هنمسك الساعة ومش هنقعد نشغل العداد مزيد من التركيز ومزيد من الهدوء في التعامل والدعم للفريق أعتقد لدى لعب الأهلي من الحوافز والدوافع والإصرار والغيرة على اللي حصل لأنه اللي حصل في بريتوريا يخلي كل لعب تجرح عنده من الدافع النفسي ما هو أقوى بكتير على أنه يرد اعتباره يرد اعتباره لنفسه زي ما قال لهم الكابت الخطيب وزي ما قال لهم الكابت ساد عبا حفيز وزي ما اللي صارت بيتكلم هو في النهاية أنت فريق أنت فريق وحصلت معك هذه الظروف فالفرصة متاحة عنده كل لعب أنه يدافع عن قيمته هو وجدرته أنه يمثل للنادى الأهلى بشوانتس شوف الجمهور الرائع العظيم قد يكون حافز وقد يكون ضاغط في إيد الجمهور نحن بنقول هو اللعب المهم والأهم مؤكد هو اللعب المهم والأهم عندما يلعب دوره الذي تعودنا منه عليه أنه بيفضل الآخر دي مهما كانت النتيجة وراء الآخر هو احنا عايزين يمي المبرادية لازم نحدد من دلوقتي ونبقى متفين مع بعض إذا كنا عايزين 6-0 لأ أنتوا كده هتشكلوا ضغط جامل جدا عن فريق نتمنى أنها تحصل سنسعى إليها ولكن هي مش في إيدنا لوحدين دي نتيجة كبيرة قوي في إيد اعتبارات كتيرة جدا لكن الأهم من 6-0 يا جمهور الأهلي لو روحت لقيت فريقك مشرفك لو روحت لقيت فريقك بيمتعك لو روحت لقيت فريقك بيقدم لك الأهلي الذي تعرفه وسقفت له كمل معاه وربنا بعد كده يتولانا ويحقق لنا ما نشتهي لكن ليس بالضرورة وإلا ما كانت باقية المتشاط بتحط لها نتائج وتنزل تحققها مع عمران ما حصلت إحنا نتمنى أن يقدم الأهلي نفسه كأهم فرق القارة والأهلي الذي يتحدث عنه الجميع باحترام سواء كانوا بينيمون أو هم مقتنعين بكده ومحدش هيشيد بيك عشان ينيمك إلا إذا كان حسس بإمتك صحيح صحيح فهي أحد الحيل ماشي لكن في كل الأحوال لا الأهلي بما كانتوا الإحصائية والتاريخية وعدد البطولات في حتة تانية خلاص لا محدش بينخش دي لكن مش هنعيش على الكلام ده إحنا عايزين الحاضر يترجم هذا يترجمه إزاي عندما يجرح الأسد ده زقر ويوريني بقى حيعمل ليه في الخصوص